نقيم الدليل على مدى الالتزام ومدى الجدية في مراعاة الشأن العام والمسؤولية وأنا ضد فكرة الجملة اللي شايع اليومين دول علشان هننظم كاس الأمم أنا ضد المسؤولية المؤقتة دايما مش عشان هننظم كاس الأمم مطلوب ان احنا نبقى كويسين لا احنا عايزين نبقى كويسين على طول مش علشان عندنا حدث استثنائي فبالتالي مطلوب ان احنا ننضبط لغاية لما الحدث يمشي لا كاس الأمم هيقام لمدة شهر هيخلص في منتصف يوليو مش معنى كده ان النص التاني من يوليو نرجع منفلتين تاني لا احنا في القص زي جملة عص المباراة منقولة لعشرين دولة أجنبية فلازم نطلع بشكل كويس هي مشانا عقوله قطل شخصي وانا عايز افرج الناس ان انا كويس لا انا المفروض اكون كويس انا انتك مع نفسك بالضبط انا المفروض اكون كويس على طول مش عشان الناس هتتفرج عليها في المباراة القمة الجملة اللي كل المعلقين بيعتدوها المباراة منقولة اللي مش عارف كم دولة كله بتفرج علينا فكله بتفرج علينا فايه احلى ادانك ايوا نطلع بقى كويس لا ومش عشان هننظم كاس الأمم مطلوب لم الشامل ومطلوب المصالحات مطلوب كل حاجة كويسة على طول مطلوب ان احنا نكون مجتمع رياضيا منضبط وسليم وبيراعي القانون وبيراعي الضوابط على طول مش عشان حدث معين صفارة حكم مع افتتاح كاس الأمم هي اللي هتجمعنا وصفارة حكم مع نهاية كاس الأمم هي اللي هتفرقنا لا خلينا نبقى نستعيد ان احنا نكون كويسين فبالتالي زي ما المهندس عاد للطلب وطلبات وعوامر هنقيم الدليل هتلاقوا تشديد مننا وتشدد من ملك وكتابه أكتر في عدم الانشغال بأي شيء إلا النادي الأهلي وما يخص النادي الأهلي فقط ولكم فريقاكم وليه فريق كل نادي المفترض ينشغل بفرقته بنجومه وماشاء الله كل الاندية الشعبية في مصر عندها تجارب وعندها فرص عالية جدا تقدر تتطور لا والحقيقة وحنا من فترة وقلنا بنتمنى تأهل الزمالك مع الأهلي وقلنا قبل كده في ملك وكتابه تأهل الاتنين واستمرار الفرقتين وان شاء الله تعالى فوز الفرقتين بكأسية أفريقيا هيبقى ده فرصة كويسة جدا للمنتخب في الفترة اللي جاية دعم معناه كبير تجهيز فن الأكبر عدد من اللعيبة وكله بيصب في صالح الجمهور المصري عمتا في صالح كرة القدم في مصر الأهلي والزمالك وان شاء الله الإسماعيل يستعيد عفيته في الفترات اللي جاية والاتحاد السكنداري والمصر وكل الاندية الشعبية هو أنا لازم أبني ساعدتي على تعصة الآخرين يعني لما يكون ربنا كريمني وأنا بكسب أبو ماشي في سكتي بحق أهدافي ما سيبش غيري ليه يستمتع برضه بفريقه وأنه حق أهداف خاصة أنه إحنا مش في طريق واحد بالزبط يعني السنة دي بالزبط ما فيش حجة لحد إنه يتحمل على الآخر أنا كنت في مكان ما بالأمس وبعدين قابلت الشخصية يعني زمالكوية لطيفة جدا والراجل كان في موقع يقدر يساعدني في المهمة اللي أنا رايحها فكان على قدر كبير من الترحيب الترحيب واللباقة والمساندة تمام أنا في الأول بيقول لي يا عمي مبروك وكسبت قلت له أنا بإذن الله حكلمك بكرة وأبرك لك قال لي من قلبك قلت له أنا مش محتاجي يكون من قلبي أو أو من وراء قلبي أنا أنا وصوت وأنا لو كسبت ومشيت في مشواري وخط البطولة حق هدفي إيه اللي يزعجني وليه ما نبسط لكش إن أنت تبقى موصوت صحية فهو فوج إن النهاردة إن أنا بكلمه عشان أقوله يعني مبروك وموفقين طيب إذا مالك عمل فرقة كويسة ما يسعد فرقته بيه لحد ما نلتقي أنا وهو حتى ما نلأ إنا أنا اللي فؤوس طبعا خلال بالزبط طيب اللي تحادث كان داري هو مين مش سعيد بصحوة اللي تحادث كان داري طبعا كل الأندية الشعبية يا أستاذ إبراهيم الناس مستنية إن كرة القدم تمتحها وتسعدها إيه اللي يضرنا إحنا وإحنا فيه مصارات مختلفة اللي كل يبقى سعيد صحية أنا عايز أعرف إيه الغل اللي موجود لدرجة إنه فيه ناس بتسعد بهزمتك أكتر ما بتسعد بنصرها لأن التحفيل اللي إحنا قلنا عليه من حلقتين أصبحت الإفهات أهم من المعاني والقيم والسلوك الرياضي مش دا الرياضة الرياضة إنك إنت تبقى تعرف تنتصر بتواضع وتعرف تتقبل هذه ما بدون انكسار تستفيد من دروسة عشان كده خلينا برضو نساعد بعض في إنه القيم الرياضية اللي المهندس عادلة أشار لها دلوقت ما إحنا لو مش هنأثر في جمهورنا يبقى إنسالة البرنامج إلى حد كبير مهزوزة ولو مش هنقود الناس للمنطقة الإيجابية اللي المفترض يكونوا فيها يبقى برضو فيه تأثير أو قصور عندنا لكن لو هنمشي إحنا الأحداث هي اللي بتقودنا وإن فعالات الجماهير هي اللي بتودينا في الاتجاه اللي هي عايزاه رغبة في إنه نعمل صخب أو إنه نعمل نسب مشاهدة أو 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 يبقى دا خلل في البرنامج المفترض أي حد مسؤول عن رسالة إعلامية هو المؤثر فيها بشكل أساسي يبقى إحنا سيبنا زمام القيادة وتحواني إلى رد فعل بالضبط يعني هو الفكرة إن فيه ناس ممكن تزعل من كلام دا دلوقتي تقول لك يعني أنتوا ما سمعتوش فلاني الفلاني أو مين اللي قال وهاجم وشتم طيب هو أنا لو عيشت إن الدنيا كلها هي فلاني الفلاني دا وبيتباني خططي ونجاحاتي على إن أنا رد عليه وسهلة جدا الأهل يمتلك كثير من الحقائق ترد على أي زيف صحيح وهو دا مسؤوليتنا إذا حد تقاول وزيف تاريخنا أو شوت لا هنرد على هذه الجزئية مش هنرد عليه هو هنرد على الواقع هنرد على الحقيقة هنرد على المعلومة لكن هو مش مش هننشغل إن إحنا نعمل خلاف بينا وبينه ومش هننشغل إن إحنا نثبت مين أقوى من التاني لإن دا يعني يبقى منتهى الظلم لنا وللبرنامج إنه يحاول يثبت قوته إحنا مش مجال استعراض قوته إحنا في مجال استعراض مصدقية أيوة ولذلك أنا كثيرا ما أتحدث إلى المنافس وجمهور المنافس ولذلك برضو الحمد لله الواحد يلقى صدى هذا عند هؤلاء المنافسين كتير منهم عندما نلتقي بيهم ويقولون كتير من يقولك يقولك إحنا مش عارفها بس إحنا بنحبك بنحترمك نحترمك أهم الحب هو دا يبقى أنت إذن الناس مصدقك دا اللي يهمنا حكون زعلان جدا لو قلت حاجة مش حقيقية الناس مصدقتنيش أو قلت حاجة غلط هو دا اللي يتعسني مش إن واحد يتقاول علي برميل يعني مش حقول أسماء إنما أنا فجأت بيه الرأي كان يتعامل معايا باحترام ونتعامل مع بعض وكل ما كان يطلب مني حاجة كنت ألبي وأستجيب لحد ما فجأت إنه داخل في المزايدة على حسابي إنه لا يقدر يتك على عدل قيعي ويقوله وبعدين مسكين إيه أنت بتاخد كامو وبتشتغل ببلاش ولا بتشتغل طب كمان هو أنا أشتغل يعني لا بتركوش إن أنا منتخب متطوع هو أنا أنا عايز أعرف هو أنا بشتغل أنا لما أحب شغلي ولا أحترف حبي أنا أيوة إيه الغلط أنا احترفت حبي بالضبط احترفت هويتي بشغف ومش محتاج إن أنا أتكلم فيها يعني ولا أعتبرها دي يعني لأن هو اللي قاعد يقولي كده وبشتمني برضو بالكوين أيوة يعني هو 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 شتمي بالكوين ها هو واخد تمن إنه اشتمني أيوة ومستكتر إن أنا تاخد إن أنا باخد تمن حبي لحاجة وبالمناسبة بق هو أنا في النادي الأهلي تاريخي إيه هو أنا مش كنت سكرتير تنس الطاولة طبعا وكنت سكرتير كرة اليد كنت اليد وكنت مدير النادي لا مدير النادي ده احتراف واخد بالك وكنت مستشار للمجلس مع كابتن حسن عملي في آخر مجلس له كل دي كانت أعملت طوائي لكن لو طلبت عليها أجرا ما كان خطأا لكن لما كنت شغلي بقى خلاص وانا سيبت الدنيا وسمت أعمالي عشان أحترف هذا العمل في اللي بحبه واللي أنا حاسس بإننا ليه رسالة فيه أنا أؤدي عملي كصاحب رسالة مش أؤدي عملي إن أنا موظف أنا مش متضايق إن حد يقول هذا الكلام لأن الحمد لله إن هذا لا يجده مجال الهجوم غير البديهيات ده بيقبض حلو قوي إن أنا بقبض من الحاجة اللي بحبها لكن أنا لو بيعت الأهلي بقى وروحت أنا قبضت عشان أتقلب عليه أنت بتقبض مرتب أو أنا روحت في حتة الناس عارفة إن أنا ما بحبهاش لمجرد إن أنا أتداعي إن أنا بحبها عشان أخد منها إرشقين هو ده الغلط فكل إنسان يبص لنفسه وأنا مش تزعلان من حد لإني بعتقد يا بخت من بقت مظلوم في الحتة دي مش عن ضعف بقت إنه صاحب حق والله سبحانه وتعالي هو اللي حيجبهوله شوف يا شواندس هي يعني العزاء الكبير والأساسي في الموضوع ده إيه إن الناس عنده قدرة على الفرز أيوة عشان كده يعني المتلقي حمد لله بقى عنده من الخلفية عن الأشخاص وعن الأحداث ما يكفي فيجي إبعارف الكلام ده ما بيأسرش وما بيحوقش لأنه في النهاية فأمل زبده فيذهب جفاء واللي حبك حبك واللي بيكرهك مش هيحبك إنما لما تتعامل مع أصحاب العقول اللي بيسمعه ويتعاملوا بالمنطق والميزيقية هم دول هم دول اللي بتهتك يكفي في النهاية رأيي المحترمين وده النقطة المهمة جدا فأنا تمنى إن احنا خلال الفترة الجاية ربنا يعيننا على الالتزام بهذا الخط اللي بنشدد عليه أو احنا ملتزمين جداً البرنامج والحمد لله رسالته واضحة للجميع ما بنستدرجش لأي شيء بنكبر دماغنا قوي عن حاجات كتيرة صغيرة مدركين كويس قوي إن في محاولات استدرج كبيرة وكتيرة وملحة علشان نروح في سكة تانية الناس تحل بيها مشاكلها على حساب النادي الأهلي أو البرنامج أو القناة فإدراكاً مننا لمسؤوليتنا وتأكدنا على التزامنا بكل قواعد المهنة السليمة اللي بنعيها بشكل جيد بنقول لكم نحن هنكون على هذا الخط الموضوعي واللي نأمل إن يكون على قدر من الاحترام لكل الجماهير لأن الرسالة بالأساس لكل الجماهير الرياضية صحيح أنها تخص النادي الأهلي وتخص جمهور النادي الأهلي بس نتمنى أن كل حد يتابعنا وكل حد يسمعنا هو اللي يقدر يحكم الكلام ده موضوعي وسليم ومحترم ولا لا